ارسال رئيس الوزراء حيدر لابادي ووزراء حكومته الى دول الجوار وقيامه في وقت سابق بزيارة المملكة الاردنية الهاشمية يرى فيها مراقبون انها محاولة من قبل لابادي بالانفتاح على تلك الدول وطي صفحة الماضي احدث تلك الزيارات كان من نصيب العاصمة التركية انقرة التي حط بها وزير الخارجي ابراهيم الجعفري بعد سنوات من التوتر الذي خيم على العلاقات بين البلدين بسبب التجاذبات السياسية التي حصلت خلال عهد حكومة نور المالك السابقة واتهامها لانقرة بدعم المسلحين وهو ما نفته الاخير مرارا وتكرارا سلسلة الاجتماعات التي عقدها الجعفري مع المسؤولين الاتراك افضط لاستعداد انقرة الى تدريب وتأهيل القوات العراقية ومقاتل العشائر السنية في اطار المعركة الشرسة الجارية مع تنظيم الدولة على اكثر من جبهة وهو الامر الذي كان محل ترحيب من حكومة العباد التي اشترطت ان يكون تحت مظلة التحالف الدولي وبالتزامن مع عودة المياه الى مجاريها مع انقرة جاءت لقاءات اجرها وزير الداخلية العراقي مع المسؤولين القطريين في الدوحة لتفصح عن تطور اخر لافت في طبيعة العلاقة مع دول الخليج العربي ولا سيما قطر التي شرعت بتعاون امني مع العراق لمكافحة خطر المسلحين بعدما كانت على الدوام محط اتهام من قبل مسؤولين عراقيين بدعمها للارهاب وزير الداخلية العراقي دعا المسؤولين في قطر لزيارة بغداد وفتح صفحة جديدة من العلاقات مبنية على اساس الاحترام والتعاون مؤكدا عزم حكومة حيدر لابادي الانفتاح الاقليمي الواسع والتي ردت عليها الدوحة بانها تفتح قلبها قبل ابوابها للمسؤولين العراقيين الحكومة العراقية لم تكتفي بهذا فحسب بل كشفت وعلى لسان النائب موفق الربيعي عن انها تتجه حاليا الى اعادة التنسيق الامني والاستخباري مع الرياض من اجل محاربة تنظيم الدولة في وقت يسعى لابادي الى انهاء سنوات الجفاء بين العراق ومحيطه العربي والاقليمي اذ يرى مراقبون انها ستحسب لرئيس الحكومة الجديدة الذي يحاول اليوم معالج التركات المالكي الثقيلة تقيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر